برحب بكم مرة تانية وزي ما قلنا لحضراتكم في بداية البرنامج إن العالم كله بيتكلم عن إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في عدد من دول العالم الإصابات حتى الآن غير معروفة السبب وبقت مصدر خطر على الأطفال إيه هو المرض ده؟ ظهر فين؟ وإيه بدايته؟ وهل لي علاقة بالكورونا؟ ولا لأ؟ خلونا نتعرف أكتر من الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد صباح الخير يا فامي صباح الخير يا فامي صباح الخستاذ هدي صباح خير عليك دكتور الدكتور إيه هو التهاب الكبد ده؟ يعني ظهر مرة واحدة؟ يعني ظهر من العدم؟ ولا كان ليه مؤشرات أو ليه أشياء؟ ليه تاريخ يعني مرض إذن بيقوله؟ طيب فهو بالنسبة للموضوع اللي هو التهاب الكبد الحاد المجهول مصدر اللي هو بيسموه النون أوريجين ده يعني يعني عدد معين من الأطفال لقوه إن بدأ عندهم العراض الصفرة عراض جهاز هضمي إسهال الحاجات ده كلها الغريبة صباح فإن لقوا الإنزيمات الكبد عالية بشكل غير طبيعي يعني وصلت 500 وحدة وخبلك الرقم 500 ده يعني أكتر من العادي أكتر من عشر مرات فده التهاب الكبد الحاد لما يشافوا بقى الناس دول الأطفال دول اللي هم من عمر شهر لستاشة سنة تقريبا لقوا أكتر حاجة إحنا بنتوقعها كأطباء في موضوع التهاب الكبد الحاد إيه؟ الفيروسات الكبدية اللي هي اللي بتحب تصوطن الكبد اللي هي من A ل E A B C و D و E ما لقوش ولا حالة من الحالات دي اللي هي بدأت تظهر الحملة ظهورة الغريبة دلوقتي يعني مش شكل وباء عالمي زي الكورونا في بدايته احنا بكلمك دلوقتي في عدة شهور منذ اكتشاف أول حالة ولكن لقوا إن مش معروف ما فيش أي حاجة من الفيروسات الكبدية من A ل E موجودة فيه يعني ما فيش واجه تشابه بين الفيروس الجديد اللي احنا نتكلم عنه أو المرض الجديد وبين الفيروسات اللي احنا عارفينها بتصيب الكبد؟ فيه تشابه في الأعراض الكلينيكية ولكن لما يجي نشخص ونحلل الدم ما بلاقيش الفيروس اللي هي ال A ل E اللي أنا أقول على اليوم دي فعشان كده حطوها لمجهولة ال A السبب مجهولة السبب أنها مش من الفيروسات العادية اللي احنا عارفينها لغاية دلوقتي اللي بتحب تستوطن الكبد وده يعني في المراحل العمرية للأطفال فقط أو يعني لما ضرب أو لما انتشهر انتشهر بس في فئة الأطفال؟ لغاية دلوقتي يعني ما فيش الحكاية ال Non-Origin دي أو مجهول سبب اكتشفوها فقط للعمر عندهم 16 سنة فأقل نحن نتكلم في المجموعة دي السن الأكبر ما اكتشفوهش يعني أي واحد عنده التاب كبدي حاد عادة منلاقي يما الفيروسات الكبدية يما فيه أسباب غير فيروسية يعني أدوار التاب الكبد الحاد بالكلام العام يعني ممكن نتيجة فيروسات الكبدية اللي حنا ال A to E فيه فيروسات تانية خالص حاجة اسمها سيتوميجالو بتشمبر بتأثر على إنزمات التاب بتعملي برضو التاب كبدي الحاجات كلها وفيه أسباب غير فيروسية يعني حتى فيه بعض الطفليات بتعمل برضو أعراض التاب كبدي حاد فيه بعض الأدوية يعني البرستامول لو تاخد شكل كبير بجاء عدد أو كميات كبيرة يوميا ممكن يعمل التاب كبدي حاد بنفس الأعراض فيه بعض الأمراض أمراض الأيدي يعني يعني فيه مرض سمولسون طيب دكتور محمد فإذا أسباب كتير أقول التاب كبدي الحاد التاب كبدي الحاد ده هو أسباب ارتفاع إنزمات الكبد هل فيه تفسير علمي لده؟ طبعا طبعا أنا عندي الكبد عضو هام جدا فيه الجسم أنا عندي هو بيقاوم مقاومة حقيقية لأي شيء ضر سواء بيجي من داخل الجسم أو خار الجسم سواء بقى العامل دي بيولوجية أو عامل كيميائية فالبيولوجية داخل بقى الفيروسات البكتيريا فهو عضو عضو أول جهاز فعلا من ضمن أجهزة حماية الجسم هو الكبد يعني فنتيجة نوع بيبزل بقى بيبدأ النشاط معين لمقاومة تزيل فيروسات إيه العلمات بتيجي؟ الإنزمات تبدأ تعلى يعني حاجة فيه صراع يعني بين في جهاز المناعة بين الخلال الكبدية وبين العنصر الخارجي فالدليل بيبدأ يرفع الإنزمات الصفرة تبدأ تعلى مع العراض الأخرى زي الحرارة كان الخلالة نقول بس إننا بالنسبة لي المجموعات اللي هي موجود السبب لقوا إن فيه أعراض إيه؟ جهاز هضمي يعني بتبدأ بأعراض جهاز هضمي تنتقل الكبد بعدك أه أعراض جهاز هضمي يعني سواء بقى إسهال أعلام في البطن وبعدين بتبدأ الأعراض إليه الصفرة وإيه لما نيج نعمل تحليلها لنزمات الكبد عالية قوي وصفرة فعالية طيب يعني جغرافيا هو بدأ في المملكة المتحدة في بريطانيا وبعد كده سكوتلاندا بس هو الفكرة في حاجة يعني فيه تقارير أخيرة ويمكن منظمة الصحة العالمية بدأت تاخد بيها إن فيه حالات تسجلت في ولاية ألفاما بابتداء من نوفمبر 2021 عشان كده من نظمة الصحة العالمية حطت فيه التعريف الحالات المشتفى اللي هي الحالات التهاب الكبد لم تحدد مصدرها ابتداء من أول أكتوبر 2021 ده في تحديد من نظمة الصحة العالمية لهذا النوع من التهاب الكبد إن هي الحالات التي لم يعرف لها سبب ابتداء من أول أكتوبر 2021 لعمر 16 سنة فأقل فده التعريف الضقيق ده دليل إيه إن أول حالات بالوقت من نظمة الصحة العالمية اللي هي بتاعت ألباما اللي هي بدأت تظهر أو يعلنوا عنها في نوفمبر لكن على المساول العالم كله احنا معروف الحالات بتاعت سكوتلندا اللي بدأت تظهر في مارس وعلنوا عنها في 5 إبريل الماضي وهو ده الخد الشكل اللوي الكبير يعني هي بدأت في أطفال في سكوتلندا في المملكة المتحدة وانتقلت بالعالم كله لا يعني إحنا يعني نقول ولا هي أعراض مشابهة نتيجة حاجات لها علاقة بالكورونا حاجة فاهم يعني الموضوع إيه يا دكتور لا يعني لقوا حتى الـ 169 طفل اللي هما الآخر حاصر من نصح العالمية اللي هم من ثلاثة أيام ما لقوش ولا طفل منهم فيه أن هو جاي تسافر مكان وجيه أو لهو اختلط بحالات قريبة أصلا طفلح إيه الحق إمتى ولا حق مع أهله مثلا بس لو إيه إن الشكل الغريب اللي هو خد بقى للتحذير ده كله إن من الـ 169 دول إن 17 طفل يحتاجوا زرعة كبت ما ليه بقى زرعة عشرة في المية يعني إحنا ليه بنوصل للزرعة هل يعني استخدمنا عليه العلاج اللي إحنا نستخدمه على الفيروسات الكبدية المعتادة قبل كده وما نفعش فبنوصل لمرحلة الزرعة واللي هو العلاج زي ما قالت منظمة الصحة العالمية على طول زرعة لا هو سؤال المهمة حضرتك يعني أنا دلت عشان أعالج حاجة سؤال تخصصية يعني مثلا فيروس إيه وإيه علاجه علاج العراض يعني ما فيش علاج تخصصي يمكن في بعض الأحيان لو لينا فيروس سي بنضي علاج تخصصي البيل بننتظر برضو علاج عراض لأن معظم 29% منه بيضع على الفيروس فهنا إن أنا أعالج الفيروس الغدلوقتي أنت مش عارفة إيه يعني مش عارفة هتعالجي إيه فعلاج العراض حضرتك مش بتدي علاج إيه تخصصي لأنه غير غير معلوم السبب دي دي رقم واحد المشكلة بقى بزرعة كبد لا هم محطوط للناس اللي هم أو الأطفال اللي جاء لهم العلامات اللي هو بيسموه فان من أنت هباطايتس اللي هو التهاب الكابدي اللي هو الفشل الكابدي الحاد يعني ده إنزمات ترتفع بيلوروبين الصفر ترتفع بشكل عالي جدا فيه أعراض ده احنا بنعرفها كالطباء أعراض اعتلال دماغي فيه علمات تانية لازم نتدخل فورا لإنقاذ حياة الطفل طيب يعني نقدر يعني ما ندراش تأكيد لكن هل فيه سيناريوهات على إن مثلا الكورونا كانت مثلا لو أصابت يعني ذويهم والد الوالد أو الولدة وانتقل هذا الأمر عن طريق الجنين هل فيه سيناريوهات تتحدثت مجلات علمية تكلمت عن ده أطباء طلعه وسائل إعلام شوف حضرك يعني احنا قلنا دلوقتي حسب الموجود وفحص 169 حادة لم يستدل على السبب الرئيسي طبعا فيه حالات يعني لقوا حوالي يعني نسبة معينة حوالي 30-35% من الحالات دي كان مقترن فيه فيروس اللي هو فيروس الغدي اللي هو أدنوفيروس ولقوا فيه حالات أقل يعني حوالي 20 حالة دي كان عندهم لقوا فيروس كورونا ولكن مش هو ليه السبب حشب تأكد من حالك لا مش هو السبب يعني أنها بلاقي كورونا ممكن زمات الكابت ترتفع أو كده بس ما توصلش لإيه رقم 500 لإيه اللي تي والحاجات دو كلها ما بتديش مضاعفات اللي هي بتوصل لزرع كابت ففيه فروق لقينة فيه نسبة منهم أصغر بكتير أو حوالي 19 حالة مقترنة لإيه كومبايند أو كو انفكشن يعني لقوا الفيروس الغدي ولقوا الكورونا في نفسه في نفس الطفل لكن لاي دلوقتي نوضح للناس يا دكتور الفيروسات الغدي الغدي أب لكن ما نقدرش نجزم دلوقتي إن الفيروس الغدي هو السبب لهذه عايزة طرح له إيه إيه هو الفيروس الغدي ده أدنوفا ده فيروس منتشر وده بنلاقيه يعني فيه المواسم خاصاتها المواسم الشتاء بينتقل عن طريق الرزاز هل يعني بدي علامات التهاب الجاسة النفسي سواء العالوي أو الصفلي معنى ممكن ييجي بدرجة خفيفة عراض برد التهاب في الحل الحاجات دي كلها أو بيجي بشكل شديد التهاب فيه اللي بيوصل للتهاب الرئوي وفيه نسبة أقل ممكن بيوصل لحالات الخطورة تحتاج لرعاية مركزة فيها لكن معظمه بيجي بدرجة خفيفة لقوا إنه هو بيقترن أكتر بالنسبة للأطفال مع الأطفال المنعيتهم أليلة عشان كده من ضمن التفسير أو سيناريو المحتمل بالنسبة للحالات الأدنوفيروس إنه وقت العزل بتاعنا من الكورونا يعني إحنا قفلنا قفلنا جامد أول أطفال حميناهم وكام فجازمنا عندهم بقى أضعف من أول فبقى اتعرض لي الفيروسات الأدنو اللي هي الغدية بقت أسهل في هذه الفيروسات إنها تصيب هولا الأطفال خاصة اللي هم منعاتهم أليلة لكن الأدنوفيروس ده لا يصيب الأطفال زوي المناعة ديه الجيدة ودي نقطة همبة جدا طيب إحنا عندنا زي ما نقول كده بازل يعني إحنا عندنا لغز مش عارفين نفك طلصه هو مرض ما بيعديش وفي نفس الوقت ظهر فجأة وفي نفس الوقت ما حدش عارف ده سببه إيه وفي نفس الوقت بيصيب الأطفال بيصيب الكبد إيه يعني يعني تشوف أنا يعني علل يا دكتور يعني إحنا حتى الآن مش معندناش تشوف هو دلوقتي العالم يعني خلينا نقول يا سلم صفاء العالم دلوقتي بقى أكثر حنكة وإدارة لمثل هذه الأزمات منذ التعامل مع الكوفيد 19 وده حقيقة يعني لما لقين الحالات الغاية دلوقتي وإحنا بكلم حضرتك 12 دولة بس لما لقين عدد الحالات 169 طفل بس يعني والعالم كله بقى منتبه لهذا الموضوع ده بيشوف إدارة الأزمة قد إيه فعلا من ده كوي ده فني بيجامل جدا جدا هم في تفسير علمي ما يا دكتور لأنه أكثر الحالات في بريطانيا والغاية دلوقتي ما فيش تفسير يعني لغاية دلوقتي ما فيش تفسير لأن الدراسات اللي هي الاستقصاء الوبائي ما وصلوش لحالة يعني الحاجة إيه اللي والله فيه مجموعة أطفال يعني كموجودين في نفس المكان وفيه مصدر ميا مشترك أو الحاجات دي أو تحردوا للحاجة لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي هي حالة تعتبر إلى حد كبير حالات فردية ولا يستطيع أوت بريك إن هي بدأت تنتشر تنتشر في عدد معين الأطفال ولكن مش له انتشار اللي هو بيسميه الوباء العالمي وكان ولكن تنبيه وتحذير من نظام الصحة العالمية خلت كل وزارات الصحة في كل الدول تخلي بالها وأهم حاجة إن خلت ليه الأسر نفسها يبع عندها خلفية معينة إن الطفل لو حصله أعراض جاهز وجات لبقى الصفرة لا خلي بالي لو الانزيمات الكبد عالية قوي لا ده لازم لازم بيتم تبديل حتى كل المستشفىات الصحية كل وإحنا في البيت مش هنعرف إن لو أنزيمات الكبد عالية لكن أقدر يخد بالي كولية أمر من لون الجلد مثلا أو لون العين أو لو فيه أعراض جهاز وضع ساعتها أتوجه لطبيبه على طبيب والحمد لله لغاية دلوقتي لم تظهر أي حالة في مصر يعني الحمد لله لغاية دلوقتي يمكن الموضوع يبقى لي علاقة مثلا بنظام التغذية بالوجبات السريعة بال style of life اللي هو يعني بقى أستخلي بالك وكله كمان في العالم الغربي يعني إحنا ما شفناش رغم إن القارة الأوروبية والقارة الأمريكية بيبدو أن هم يعني الأفضل في أسلوب التغذية وخلافه ولكن مظهرش في أفريقيا مثلا اللي فيها مالاريا وفيها بعوض وفيها أمراض دي كده خلينا أقول أن الوسائل الفحص بتبقى أعالة كتير جدا جدا في الدول الأوروبية وأمريكية فخلينا أقول هو ده السبب أي ويمكن الدول الأفريقية يعني مصر طبعا متقدمة جنوب أفريقيا متقدمة فلو ظهر في حالة هتكتشف ويتم التسلسل الجيني حتى بالنسبة للفيروس أو أي نوع فيروس يكتشف يعني عظيم فلكن ما أقدرش أقول إن الوسترن يعني آه إن النظام الأكل هو السبب لأن فيه طفل شهر فيه طفل سنة ما دخلش لسه فيه الموضوع ده وتاني حاجة اللقوا بقى المسالة إيه إن فيه احتمالية فيه لقوا فيه فيروسات زي الأدنوفيروس زي الكورونا يعني في لئسة دلوقتي العالم بيدرس الوضع إيه لكن ما نقدرش نجزم إن الغاية دلوقتي إنه السبب الرئيسي أدنوفيروس اللي هو الفيروس الغدي أو كورونا للحالات رغم مثلا الفيروسات الغدية في الحالات دي حوالي أكتر من 30% ولكن ما نقدرش نقول لأن عادة فيه المظاهر التحليلية بالنسبة للفيروس الغدي ما بلاقيش الإنزيمات تعلق فوق الليل 500 ما بلاقيش فيه أطفال تضدهور حالاتهم والنسبة 10 منهم دي مش قليلة إن أنا بحتاج زرع كبد ليهم فالموضوع يعني يعني مستبعت إن الفيروس الغدي هو السبب الوحيد بالنسبة لديه هو ده طيب دكتور محمد نحن دلوقتي مش عارفين الأسباب ولسه طبعا ما فيش علاج لكن سبل الوقاية من هذا الفيروس طبعا يعني هي يعني التنبيه أو النصايح للأسر دايما نعود ولادنا كلهم على أهم حاجة مش كحوله بتاع لقينا غسيل أيدي بالماء والصابون هو ده رقم واحد رقم اثنين أي طفل بتزع عليه أعراض أعراض برد لحاجات ده كلها لابد نتم عزله وتبعا الإجراءات والسحيل إحنا عندنا فكرة بيها بالنسبة للكورونا والوسائل الشخصية نحتفظ بيها لكل واحد على أي حال خلينا يعني في الختام نقول أن الفيروس تم تسجيل منه 169 حالة إصابة حول العالم هو مرض التهاب الكبد الحاد منه 114 حالة في بريطانيا وحدها الدكتور أكدين هو في اسكوتلندا يعني في المملكة المتحدة خلينا نقول كده وباقي الحالات في الولايات المتحدة في أسبانيا في الدنمارك في هولندا يعني موضوع غريب وحتى الآن يعني العالم كله مش فهمه صحيح ولم يعني نفك تلاصم هذا الأمر هل هو معدي ولا مش معدي الناس بتقول مش معدي طب إزاي انتشر فجأة في كل دول العالم ما حدش عارف طب ليه الأطفال وبيضرب الأطفال ليه ما حدش عارف طب بيعلاقها بالكورونا ولا ملوشوا علاقها بالكورونا ما حدش عارف فإحنا وده معنام في استفهم كبير أو ما فيش جزم بالحالات صحيح صحيح دكتور محمد عز عرب مؤسس وحدة ورم الكبد بالمعهد القومي للكبد بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم ولحد دلوقتي زي ما قلنا الوقاية بإذن الله هي خير من العلاج وربنا يحفظ ولادنا ويسلمهم جميعا كل مكان نورتني يا دكتور الله يخلي